كمان عندنا فقرة كرام المغامرة كانت حاضرة هذا الأسبوع في تجربة سياحية رائعة كانت مبارح في الإحساء الله يسامحك هنا بطحك ومثل ما شفنا فريق كرام أخذنا لأهم الأماكن السياحية وشفنا الصناعات التقديدية وصناعة الفخار وأشياء كثيرة أكيد وخلونا نشوف مشاهدينا أجمل اللحظات في هذا الكليب ومن بعدها نتعرف على الفائز في الحلقة وهذا المكان يميز فيه البيوت الإحسائية هذا يسمى الجص أو الجصة لقد رجعت في الزمن الوراء وهذا المسمى خاص عندنا تعرفين إيش اسمها؟ سحون خد المنديل خد المنديل عبارة عن كنها وردة عرفتو فنسميه خد المنديل الناس تبغى تجي عندنا لحظات التعرف على المشالح وطريقة الخياطة والحياكة اليدوية هذه حلوة هذه السبيكة توقف وهذه بعض حلوة هذه الجنن وهذه حلوة مرة خلاص هذه تفقنا؟ تم يلا شيء معدوم يا نس أروح ألبسه كذا يصير شورت من البداية خربتها كبير مليان مكاين وطاقة بشرية كبيرة وموجودة وناس قد يشغلوا هذه المكاين الأصوات كلها اختلفت مكاين كبير وانت ماشي بين تفاصيل هذا الجبل بتشوف كل حاجة فيه تحس كله أحد باني عمل فني طلع في جنية اسمها جوانا همن ذاك اليوم الاسم هذا عندي بره أنا ما خلتني الذاكرة مجرد ما دخلنا ويقصنا على الفخار في غرفة تستقبلك بيجي كثير من المنتجات اللي انتجوها من هذا المصنع معا في غش ولا شيء فنان يا أنسك عادتك وختامه ميسك أعطانا هدايا مليانة كرم يا سلام من جد يمكن تجارب كثير حلوة ومناطق سياحية اللي لازم نزورها احنا طبعا معنا الفايزة سارة لقمان من الاحساء أهلا وسهلا فيك ألف 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 مبروك الفوز صباح الخير الله يبانك صباح النورة أصعد الله صباحكم جميعا حياكم الله سارة بداية حكينا كيف كانت فكرة دخولك للبرنامج والاستعدادات لها مين رشحك هل أنت قدمتي طبعا أنا بحكم أني مرشدة سياحية في الحساء موجودة في تقديم التجارب السياحية في برنامج كرام وحبيت أن أقدم تجربة يعني في منطقتي الحساء اللي أنا جلس فيها وتربيت فيها وأكرت من ثمارها ونمت على أرضها فقدمت التجربة هذه وفعلا الحمد لله يعني نالت الاسترسان بعد طبعا فتاة طويلة من التكوينات والدراسات وكيف أني أظهرها بصورة ممتازة وجميلة فالحمد لله عليك الحال طيب يعني أنت سارة دخلت البرنامج خلاص وما شاء الله في استفي لكن كيف عشت التجربة مع فريق كرام صراحة تجربة جدا جميلة ممتعة صراحة استمتعت وأنا خلفت الكاميرات زي أنتم إن شاء الله مستمتعين جدا وعشت التجربة صراحة جدا جميلة حلوة حلوة يعني هذا تبقى في الذاكرة حتى على مر الوقت يعني سارة يمكن تعلمتي من هذه التجربة شيء جديد كمان أكيد أنا واثقة أنه بعد كمان من فوج بمئة ألف ريال أكيد حطيت خطط تطور فيها فكرتك وأتوقع في مشاريع صح أو لا أكيد أكيد صراحة يعني هذه أنا أعتبر فوز حتى فوز للأحساء فأنا يعني بعد فوزي للتجربة تفتحت عندي أشياء ثانية بمعنى أن الزائر واعتبره نظيف عندنا في الأحساء أنه يبقى يعيش التجربة السياحية الموجودة عندنا في المنطقة بمعنى أنه يبقى يتعرف على الأشياء هذه يتعرف مثلا أنه يعيش في بيئة مثلا زراعية بيئة يعني صحراوية طبعا نحن عندنا اختلاف التضاريس في الأحساء عندنا طبعا الفحار والبحيرة والجبل وعندنا هذا فأنا أنا أبغى بالتجاري يعني قولي دخلت في برنامج كرام جعلني أن السائح ليس فقط يجي بس أن يتعرف على الأشياء لا يريد أن يخوض هذه التجربة فأنا إن شاء الله يعني بحكم أني مرشدة يعني أواصلت هذا التجارب أن السائح يجي أدخلها في أحد هذه التجارب يعني مختلفة التجارب سواء تانا أنه يحب التراث أعيش في أجواء التراثية يحب أثنان البحر أعيش في أجواء البحر في الصحراء جميع هذه التجارب وإن شاء الله يعني بالمبلغ هذا أو اللي حصت عليه هذا المبلغ سوف يعني أود أن أسوي شيء يخدم فيها الحساب ويخدم أيضا السياح اللي بيجونها إن شاء الله تستاهلين يمكن الفوز بمئة ألف ريال بالإضافة يمكن لا تنسين الجانب الإعلامي يمكن التسويق هذا وجودك في مثل هذه اللقاءات التسويق وزارة السياحة يمكن عطت زوم كبير لك من خلال مسارين مئة ألف ومسار إعلامي إيش يعني لك هذا الشي يعني هل يعطيك قفزة أنه تقدرين تتخطين أو توصلي المشروع علىك بأسرع وقت ممكن إن شاء الله وأنا أشكر من هذا المكان أشكر صراحة برنامج كرام والسياح حكيت أنها هيئة لهذه التجربة أني أخوها وأنا أشجع أي شخص آخر يعني يحب أنه يقدم تجربة في المنطقة أنه يقدم على هذه التجربة صراحة يعني يفتح لك الأفاق يجعلك تطلع إلى أن تعمل شيء لمملكتنا الحبيبة السعودية نحن فرحنا لك سارة نحن مرة فرحاني لك والفوزك وتحياتنا أكيد لك والأهل الأحسن كلها اللي أنا موعودة أروح لها من أيام زميلنا على المشاهد شكرا لك ووجودك معنا اليوم هذا نفس البيت موضوع البيت إيه والله إيه والله لأخوه بالزبط طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر